تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر برقية تهنئة من معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أعرب فيها عن خالص التهاني والتبركات لسموه بمناسبة اعتماد الأمم المتحدة يوم الخامس من إبريل من كل عام يوما دوليا للضمير استجابة لمبادرة سموه الكريمة التي أطلقها في شهر إبريل الماضي بهدف حث المجتمع الدولي على حل النزاع بطرق سلمية وأعرب الزياني عن بالغ الاعتزاز والفخر بهذا الإنجاز الأممي الذي يدل على ما يحظى به سموه من تقدير كبير ومكانة دولية رفيعة ويعكس اهتمام وحرص سموه على إطلاق المبادرات السامية لتعزيز السلام العالمي وحل النزاعات وإرساء أسس التنمية المستدامة لخير البشرية جمعاء سائلا المولى العلي القدير أن يمتع سموه بمعفور الصحة والعافية وأن يديم على مملكة البحرين نعمة الأمن والأمان والاستقرار والتقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة والتوجيهات السديدة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه